ضاقت علي السبل والنفس ندمانه يا رب اغفر لعبد زاد تكسيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين حديثنا أيها الإخوة عن موضوع وعن صفة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها صفة يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إذا حققوا مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه للبشرية فيكونون أذلاء بين يدي ربهم تبارك وتعالى يمتثلون أوامره ويبتعدون عن نواهيه حديثنا أيها الإخوة عن صفة العزة فالعزة كما تعلمون هي الرفعة والبعد عن مواضع الذل والمهانة فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون أعزاء ولا نذل ولا نخضع لأحد من البشر مهما كان فالخضوع لله سبحانه وتعالى والمسلم يعتز بدينه ويعتز بربه ويطلب العزة من الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي له أن يذل نفسه وأن يخنع لأحد من البشر مهما على منصبه ومهما كانت مكانته يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فقد قيل من طلب العزة بغير طاعة الله أذله الله سبحانه وتعالى هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله قالها حينما كان ذاهبا لاستلام مفاتيح بيت المقدس موضع عزة وكرامة للمسلمين ولكن أمير المؤمنين آثر على نفسه أن يعتز بنفسه واعتز بدينه واعتز بربه جل وعلا هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما حققوا مراد الله من خلقهم أعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم وأعلى مكانتهم ورفع شأنهم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى يتحقق للمسلمين العلو والعزة يقول الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ أيها الإخوة المشاهدون الله سبحانه وتعالى هو العزيز الكريم يعطي العزة من يشاء ويمنعها عن من يشاء يقول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ويقول الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن عزة المسلم أيها الإخوة المشاهدون ألا يكون المسلم مطمعا لكل حاسد أو حاقد فتجده مدافعا عن دينه تجده مدافعا عن عرضه وعن ماله وعن نفسه وهذا يتحقق في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه مالك فقال الرجل أرأيت إن قاتلني فقال عليه الصلاة والسلام فقاتله فقال الرجل أرأيت إن قتلني فقال عليه الصلاة والسلام فأنت شهيد فقال الرجل أفرأيت إن قتلته فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن عزيزا بدينه وعزيزا بربه تبارك وتعالى لا يقبل ذلة ولا صغارا من أي بشر مهما كان لأي عرض دنيوي أو مال قليل يزول هذا ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كانت تدور الحرب بين المسلمين والفرس طلب قائد الفرس رستم من أعوانه وجنوده أن يتشاور مع المسلمين لإقامة الصلح بينهم فأرسل المسلمون ربعي بن عامر رضي الله عنه فذهب مسرعا إلى قصر القائد رستم ودخل على صهوة جواده يطأ الفراش الفاخر فقال جنود رستم انزل من على حصانك فرفض ذلك وقال في عزة وكرامة لم آتكم من تلقاء نفسي وإنما أنتم الذين دعوتموني فإن رضيتم بذلك وإلا رجعت فرضي جنود رستم بهذا الواقع وكادت قلوبهم تنفجر غيظا من المسلمين دخل ربعي بن عامر على قائد الفرس ودعاه إلى الإسلام وعرض عليه الجزية ثم قال له وإلا الحرب بيننا وبينك فقال ربعي في عزة وكرامة أيها القائد إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعزاء بدينهم يعتزون بربهم تبارك وتعالى لما حققوا مراد الله سبحانه وتعالى طوع الله لهم كل شيء وأعلى كلمتهم ونصرهم على أعدائهم نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلي كلمة الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضاقت علي السبل والنفس ندمانه يا رب اغفر لعبد زاد تكصيره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة